في بداية عايزين نعرف من الحضاياك كده أهمية التكافل الاجتماعي وتعريفه ايه بالظلطة؟ الناس كتير مش فهمها أولا نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس مئة ألف فرج قريب وسلم وبعد أولا يعني نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طاهرا طيبا مبركا فيه التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي هو من أسس أصل التكافل الاجتماعي بمعنى بمعنى أن كل إنسان مسؤول عن أخيه عن المجتمع اللي عايش فيه فالتكافل الاجتماعي مش دايرة إننا أساعد واحد فضلا مني لا دا أمر واجب عليه واجب عليه لأن الله عز وجل قال في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صور لنا المشهد اللي مفروض الكل يعيش فيه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة يب إذن المنظور الإسلامي وضع المسؤولية على المجتمع بمعنى إيه؟ بمعنى إن اللي يحتاج لمساعدة واجب على أخيه أن يساعده المريض واجب على أخيه أن يعينه يبقى إذن دي المسؤولية أو ده التكافل الاجتماعي أن يحتوي الجميع تحت منظور هذا الأمر اشتركوا في القناة